ماذا ستستفيد تركيا بشكل كبير من مركز إستنبول المالي؟ وما هي الاستفادة التي ستعود على المواطن التركي في الشارع؟ طيب هناك استفادات كثيرة حقيقة المركز المالي حتى نفهم ما هو المركز المالي هو إذا أردنا تبسيط الأمر للمواطن هو عبارة عن مبنى ضخم يضم مجموعة من المكاتب إذن هذه المكاتب هي قابلة للتأجير مع المرافق وكل هذه الخدمات إذن هذه المكاتب هي مركز تكون هي بوابة للشركات على اختلاف مستوياتها ناشئة أو غيرها أو إقليمية أو أين كانت مستوى هذه الشركات إذن سوف ترغب هذه الشركات في أن يكون لها مكتب في هذا المبنى وجود مكتب في هذا المبنى يعني تسهيل التجارة التسهيل التجارة أو النشاط الاقتصادي بصفة عامة لهذه المؤسسة المالية أو الشركات التجارية إذن وجود هذا المكتب في هذه المنطقة يساعدها على ربط يعني زيادة المساحة مساحة العمل والرقعة التي يكون فيها نشاط عمل المؤسسة وبالتالي وجود مكتب دائما تحاول الشركات أن تفتح لها مكتب في أكثر من دولة ولكن النقطة الأهم من النقاط التي تساعدها في اتخاذ القرار الدولة لفتح مكتب في دولة ما هو التسهيلات المقدمة من هذه الدولة ومد انفتاح هذه الدولة على وجود مكاتب ممثلة لها أجنبية في هذه الدولة ليست كل الدول أنظمتها قادرة على الانفتاح على الشركات الأجنبية وفتح فروع لها ومكاتب تمثيلية لها إذن وجود مكاتب تمثيلية في هذه المنطقة يساعدها على زيادة نشاطها وتوسيع أنشطتها ترجمة نانسي قنقر